ية ريايلة مونفس اول عشانけ ليواي اتو الإبنت تمو تعرف لاذي قايت طلقان؟ انا اقول لكم ليش لان البنات اليوم اللّه يهديكم حاطين رفجاتهم قبل ريايلهم حاطين الدراسة قبل ريايلهم حاطين الوظيفة قبل الريايلهم حاطين كل شي قبل ريايهم كلش غو قبل ريايهم و قللون بيش رايلي Onlineهلي؟ ماذاللي تزوجّ عليك؟ زي الراجعي نفسك الطبقون اشياء مو من عاداتنا ولا من تقاليدنا واصلا يخالف ديننا اكيد الزواج رح يفشح ترى السبب الاول والرئيسي في فشل الزواج المرأة وادلي وايد منكم رح تزعلون مني على هالكلام بس الحكين قال اكثر السبب للمشاكل في البيت ترى تقصير المرأة طبعا ملكل بس وايد وهذا شقفة عيد هاد دين عيانهم مع الخدامة طول اليوم الخدامة ايه اللي تلبس وتوكل وتلعب العيان وهي طالعة مع رفجاتها او قادر على التليفون وتثالف لين اخر الليل وفي النوعية الثانية عشان توفر حد نفسها الماركات قادر عيالها بالحبانة وهي من الصبح الاخير متمكيجة متعذرة للدوام اللي يشوفها يقول ما شاء الله رايح ارس وابر ما ترد البيت تردم نفسه وما لها خلق شيء تغسل ويحها تلبس بيجامتها وبس يتخليلها يلا يا ميري حبت الغدانة بيناكلوا النام ها الحين ما في احد بالشارع ما كحل عيونه فيتش زين وريلتش يلا خلوا الكشفة على صوت زين ميري تحضل الغدش هكو هذا اللي انا قاد اتكلم عنه لما قلت للمرة ايه السبب الاول والرئيسي في فشل الزواج يا حبيباتي اللي ابي اوصل لكم الزواج نعمة من رب العالمين ريلتش جنتش ونارتش حطي قبل كل شيء اذا ريلتش قادلت قدي في البيت خلاص قاعدت في البيت اذا هذا الشي ريحة سو اللي ريحة اذا ما يبيتش تشتغلين خلاص لا تشتغلين اذا ريلتش يبيتش تطبخين خلاص تبخين له اذا ما يبيتش تسوقين سيارة خلاص لا تسوقين دامنا اغوى موفر لت كل شيء السكن الاكل الشرب اللبس وموفر لت كل احتياجاتك يوديتش ييبتش يوصلت كل مكان خلاص اشتبين بعد ليش العناد وانا لازم اطلع وانا لازم اسوق وانا لازم اشتغل وانا لازم اقفض شخصيتي ليش العناد وين المفيد في ان انا عاند ريلي وين المفيد في ان انا استعرب عبراتي على غيلي وين المفيد في الموضوع اللي تسوي هالشي اسمحولي هذي جاهلة في الحياة ايها قاعدة تخرد بيتها بنفسها واذا انت سمعت الكلام اللي برانيلي اللي طابلولج ومشي انت بالطريج اللي اهمى يابوني مش تمشي